تفح كيلو سكان دوحة الحس من انبعاثات ما سموه مطمر الموت الذي مضى على إنشائه نحو شهرين عند مدخل الدوحة من الجهة البحرية فنزلوا الشارع وأطلقوا العنان لأصواتهم المطالبة بحقها في بيئة نظيفة لا للموت صغاراً وكباراً وحدوا مطلبهم وهو إزالة هذا المطمر الذي يهدد صحتهم أمرضنا من ريحتها وأنا جاي من أمريكا فكرت أنه هوني أحسى من الزبال رجعت قلت لما وصلتنا هون رجعت قلت بدي أرجع سفر إلى أمريكا هوني كل بلد فيش أنضف منه لنه شهرين في عند التنفس ما نفتح الشبابيك كلما ننزل نروح نمطر الباط بيهجم علينا الدبان هجم مثل ما شايفين بهالكمامات بيش عادرين نتنفس وهي دي يعني على ميت متر من بيوتنا بقى نحن منطلب منطلب ومنؤمر أنه بقى هالمكب يتسكر لأنه على ما فهمنا أنه هالمكب على طول الأمد يعني مش لليوم ولا بكرة رئيس بلدية النعمة هو أوجد هذا المطمر وهو خلق هذا المطمر ونحن اجتمعنا معه وقال أنا بقدر أعمل شيء فتفضل استقيل خلي غيرك يشتغل وهدد المعتصمون بالتصعيد ما لم يجري التحرك سريعاً استجابة لمطلبهم رح نرفع دعوة للمدع العام البيئي وللقادي الأمور المستعجلة بأنه هذا المطمر منه صحي أو البلدية بدأت تأخذ أرار وتسكروا لهالمطمر مثل ما فتحته أو نحن مكمنين فيه على آخير هذا ونشهد الأهالي رئيس الجمهورية وكل المعنيين العمل للعثور على حل نهائي لهذه الأزمة تأكيداً لما جاء في خطاب القسم حول حق جميع المواطنين في العيش في بيئة النظيفة ترجمة نانسي قنقر